محمد شهين الهدف من القناة تقديم عمل مفيد عايزين نشوف حاجة نستفيد منها على الاقل نقول سبحان الله عايزين عمل طيب عمل كويس عمل ناخد منه معلومة عمل يدخل على قلبنا السرور لكن ما يغضبش ربنا سبحانه وتعالى الهدف من القناة الاثر الطيب لما نعمل حاجة كويسة تنفعنا بعد الموت اننا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء احصيناه في امام مبين الاثر بتاعك مكتوب عليك والدل على الخير كفاعله ان شاء الله تجدون في هذه القناة كل مفيد وكل عجيب وكل غريب وتجدون كل جديد ايضا ان شاء الله ستجدون معلومات مفيدة مثل زراعة المطاط هذا غير موجود عندنا في بلاد العرب المطاط منتشر هنا في دول جنوب شرق اسيا ايه هو المطاط ازاي؟ نعرف الناس ونشوف الناس ويبتجمع المطاط ده بيتجمع ازاي؟ نتعرف على الفواكه الجديدة فواكه مش موجودة عندنا فاكهة الدوريان فاكهة ما شفناه شبل كده ممكن نقدم لكم شيء فيه طرفيه لا مانع مثلا مثل القرود نجد قرود قردة يعني في كل مكان هنا وهنا وهنا يتحركون نصور معهم وقد نتصور نعطيهم الطعام وممكن نقدم نصيحة لكن بطريق اسلوب كويس يكون فيه شيء كده من الايه؟ من لفة الانتباه يعني توصيل المعلومة لحد البيت يعني ممكن نتعرف عن معلومات عن الشعوب عن النظام البنية التحتية نزور دار المسنين وممكن نتعرف عن معلومات عن الاديان مثلا هنخش المعبد نشوف النظام نتكلم معهم الناس دي بتقبل ولا لا النظام بتاحهم ايه؟ كده يعني نتعلم منهم ان شاء الله نشوف يعني النظام بتاحهم ايه ونعرف معلومة جديدة وبطلب منكم ان شاء الله نحنا جميعا بنشترك في القناة بندعم القناة بننشرها لحبيبنا لان انتشارها فيه انتشار للخير بإذن الله سبحانه وتعالى بيعرف الناس بالاعمال الكويسة بالاعمال الطيبة ان شاء الله ان شاء الله نوعيتكم بشيء جديد نوعيتكم بشيء بإذن الله يكون سبب لانشرح الصدر جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته